السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بين يدي الآن أصدقائي أقوى تسميد طبيعي لنباتاتك البنجر أو الباربا أو الشوندر علميا معروف أن الشوندر يحتوي على وقد تتفاجأون عندما ستسمعون العناصر المغذية للنبات التي يحتوي عليها بما فيها عنصران كبيران وهما الفوسفور والبوتاسيوم الفوسفور سيقوي جذور نباتك والجذر أهم جزء من النبات وجذر قوي يعني نبات قوي يحتوي أيضا على البوتاسيوم يعني أزهار كثيفة وقوية بالإضافة للحديد وأنا أعرف أن الحديد مرتفع أتمن في الأسواق وها هو البنجر يقدم لك سماد حديد مجاني لن ترى بعد استعماله أبدا مشكلة إسفرار الأوراق بالإضافة للعناصر أخرى كالكالسيوم والكبريت والنحاس والمغنيزيوم وغيرها يفتقد فقط لعنصر النيتروجين المسؤول عن الأوراق وسأعطيكم آخر الحلقة مادة موجودة في مطبقنا غنية بالنيتروجين استعملها بالتناوب مع الشوندر أو الباربة وبهذا ستكون قد حصلت على سماد كامل يضمن نمو جيد لنبتتك بداية من الجذور مرورا بالأوراق ووصولا للأزهار والثمار ونرى الآن طريقة الإستعمال وطلبي لكل من يشاهدنا الآن أن يضع إعجاب لهذه الحلقة ويترك تعليق جزاكم الله خيرا لاحظتم أننا غسلنا حبة البنجر وقطعناها لأجزاء صغيرة حبة البنجر تلك بعد تقطيعها سأدعوها في لتر ماء نضع كل أجزاء البنجر بما فيه الأوراق والقشور نترك هذا المزيج على الأقل ستة ساعات حتى تتجانس العناصر مع بعضها البعض وبعد مرور الستة ساعات أصبح المحلول جاهز لكن يجب أن نخففها قبل ذلك بطبيعة الحال نصفي المحلول إذن قلت أنه لدينا هنا واحد لتر من محلول الشوندر سأخففه في لتران ماء نسكب اللتر كاملا ليصبح لدينا ثلاثة لترات من سماد قوي وفعال سيضمن النمو السليم لنباتاتك كلها وبدون استثناء ونبدأ بنبتة الدراسينة أو أي نبتة في وعاء مثل هذا تقريبا 40 سنتيمتر نسقيه بكأس مثل هذا مرة كل 15 يوما يمكنك الاحتفاظ به في الثلاجة لمدة لا تتجاوز عشرة أيام وإعادة استعماله لكل نباتاتك التي تعاني من نقص العناصر استعمله سقيا ولا ترش به الأوراق السقي كافي لتزويد أي نبتة بالعناصر الثلاثة المهمة نيتروجين فوسفور بالستنة النيتروجين وهو الذي يعطينا المجموع الخضري والأوراق ووعدتكم بإعطائكم البديل للنيتروجين والمكمل للبنجر كي يصبح سماد اليوم متكامل الحل البديل للنيتروجين هو بقايا القهوة ليس فقط النيتروجين بل البوتاسيوم كذلك وسأعطيكم الطريقة المثالية للتسميد نسمد مثلا اليوم بسماد الشوندر وبعد مرور عشرة أيام نستعمل القهوة أو تفل الشاي بهذه الطريقة نكون قد أمددنا نبتتنا كل عشرون يوما بسماد متوازن طبيعي سترى نتيجته بسرعة على كل أجزاء نبتتك وسترى أظهار قوية وأوراق خضراء لامعة للمزيد من الحلول العضوية في تسميد النبات ومحاربة الآفات اشترك في بذرة وأعدك أنك تتجد شروحات سهلة ستفيدك كثيرا في زراعتك كافئنا ودعم مجهوداتنا في استمرار بذرة فقط بالشراكك وتركك تعليق وإعجاب بالحلقة أخوكم توفيق يتمنى لكم الصحة وطول العمر إلى اللقاء